وعلى الطرف الآخر من الصراع ذات المعاناة عاش أيضا بسبب وعود السلام غير المنجزة المزيد في لقاء قصير أجريناه مع أفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لنتابع بمنتهى صراحة ماذا قدم أبو مازن إلى عملية السلام حتى اليوم ورفض الإطار الذي عرادته الولايات المتحدة ورفض حتى مناقشة موضوع الاعتراف بإسرائيل كدولة القومية لشعب اليهودي وهذا هو المفتاح هذا هو الحل للمد قدما نحو الاعتراف المتبادل بدولتين قوميتين لشعبين وبالتالي هو تحلف الآن مع تنظيم إرهابي يعده إلى تدمير إسرائيل هل هذه هي فعلا الرسالة التي يريد أبو مازن أن يرسلها إلى جمهور الإسرائيلي؟ أعتقد بأن الأمل الوحيد يكمن في التزام الطرف الفلسطيني بسلام بشكل كامل يجب على أبو مازن أن ينبض التحالف مع التنظيم الرهابي يجب عليه أن يعود إلى المفاوضات ويجب عليه أن يعترف بدولة إسرائيل كدولة القومية لشعب اليهودي كما يطلب منه الاعتراف بدولة فلسطينية للشعب الفلسطيني يجب عليه أن يعترف بدولة إسرائيل كدولة لشعب اليهودي اشتركوا في القناة